دير المسيحة الجهوي في مادة علوم الحياة والأرض كيحتاج شوية دي للتنظيم والتركيز ها شوية دي النصائح اللي غادي تقدر تعاونك أول حاجة خاستك تفهم البرنامج مزيان يعني عرف راسك شنو كين في البرنامج دي لمادة علوم الحياة والأرض شوف شنو خاستك تقرأ وشنو المواضع المهمة وشوف الإطار المرجعي شنو حيدو ليكم من الدروس هاد العام وشنو خلو تاني حاجة اللي هي مهمة بالساف تنظيم الوقت حاول دير واحد الجدول زماني وخصص فيه الوقت الكافي لكل مادة وما تجمعش كل شي في آخر لحظة وعندك عوتاني المراجعة اليومية خس كل نهار تراجع واحد الجزء صغير من المادة هكذا غادي تولي فاهم زيان وما تدوسش بزاف دي الوقت قدام الكتاب من الأحسن أنك تحاول تخدم كل نهار مادة دي الحفظ ومادة دي الفهم ما تنساش الخرائط الذهنية حاول دير خرائط ذهنية في ورقة بيضاء باش تلخص المعلومات غادي تعاونك باش تراجع بسرعة وتبقى المعلومات في بالك واحد النقطة اللي مهمة اللي هي التمارين والامتحانات السابقة حاول تحل التمارين دي السنوات اللي فاتت والامتحانات الجهوية هكذا غادي تعرف النمط دي الأسئلة وكيفاش غادي دير تجاوب وكإضافة حاول تقرأ مع الأصدقاء ديالك وتبادل المعلومات هالطريقة كتعطيك نظرة جديدة على الدهروس بالنسبة للراحة والنوم ما تنساش ترتاح وتنس مزيان العقل كيحتاج الراحة باش يقدر يركز مزيان بالنسبة للأكل الصحي كل مزيان وتجنب المكلة اللي كتضرب الصحة يعني خاصك تكترم الفواكه والخضروات اللي كتعطيك الطاقة والتركيز ومن الأحسن حاول تقرف بلاسة هادئة وبعيدة على التلفاز والتليفون وستعمل كتب المراجع الإضافية والفيديوهات التعليمية اللي كي نفل أنترنت وفي حالة ما فهمتيش حاجة سول أستديا لكل شي واحد من صحابك يكون فاهم وأخيرا تقف راسك وقدراتك ما تخافش المتيحان واخد الأمور بإيجابية حاول تكون هاني ومهني راسك قبل المتيحان ماش ترياضة ولشي هواية باش تخرج من التوتر وبتوفيق إن شاء الله وعندك كل فرص باش تنجح وتجيب نقاط مزيانة اشتركوا في القناة